تعالوا نشوفوا كولر قال إيه بعد المباراة والتصريحات اللي قالها لأنه أكيد هو سعيد بالمكسب حتى شفنا وشه يعني بعد المباراة كان يعني بيتحك وإحنا يمكن مش متعودين عليه في خلال الأسابيع الأخيرة أنه هو يعمل كده بيقول نحن سعداء بالفوز على حساب برامز الفريق امتلك التنظيم وتوظيف اللعبين بشكل جيد وأغلقنا اللعبة أمام هجمات المنافس شاد حسين لم يكن قادرا على استكمال اللقاء ودفعت بالمهاجم محمد شريف للاستفادة أيضا من تحركاته بين الخطوط أستاذ القاهرة أفضل ملعب داخل مصر والإدارة وعدتني بالاستمرار في أستاذ القاهرة خلال الموسم هناك إصابات داخل الفريق آخرها كريم فؤاد ولذلك ألجأ بالاستمرار لسياسة التدوير لمواجهة ضغط المباريات وهو ما يجعلني يعني هو اللي بيخليه ما يسبتش التشكيل يعني إن ضغط المباريات بيخليه ما يسبتش التشكيل حققنا الفوز في الاختبارات الصعبة أمام الزمالك وبرامز ما يمنحنا نصقها ويجعلنا نسيرة على الطريق الصحيح واللعبون يبزلون مجهودا كبيرا لتطوير الأداء طبعا كلنا عارفين إن القالي كان كسب الزمالك في بطولة كاس السوبر والنهارده بيكسب برامز في بطولة الدوري وده يقصد إننا بلعب ماتشين من العيار التييل واختبرت لعيبة اختبرت نفسها قدام الفرق الكبيرة وإتعاملت أتكلم على أستاذ القاهرة زي ما بنقول إنه هو عايز ولكن يمكن الحاجة الوحيدة بس اللي أنا بختلف فيها مع كولر وأتمنى ودايماً بتكلم لإن ده يدي مرضود أحسن بكتير دايماً بتكلم في حتة إن ضغط المباريات هي اللي بتخلي الواحد مش قادر إنه هو يسبت تشكيل دايماً ما بنقول لكش سبت الحداشر ولكن بيبقى تغيير اتنين ساعات بيبقى كويس ومطلوب ممكن اتنين تلاتة يتغيروا خصوصاً إحنا بنقول كل ما إحنا لسه في بداية موسم لسه في بداية موسم واللعيبة معظمها اللي كانت تعبانة رياحت وابتدى الشكل يبقى ماشي بطريقة كويسة من البداية وقلنا الناس بدأ بداية كويسة علشان اللعيبة رياحت فياريت كولر يحط في دماغه إن الكلام ده آه ممكن تغير اتنين وتلاتة ولكن هي المشكلة في كولر الفترات الأخيرة إنه هو تبص عادي جداً ستة بيتغيروا في الفريق سبعة بيتغيروا في الفريق الماتش اللي بعده تبص تلاقي إيه خمسة ستة متغيرين في الفريق وكل مرة دايماً بنقول إيه لأ حتى لو أربعة بيهجموا رباعي هجومي غير واحد أو اتنين بكتير ولكن ما ينفعش تلعب بأربعة وتيجي تقوم مغير الأربعة في ماتش تاني والأتنين واحد ديفندرات في نص الملعب والأتنين يتغير منهم واحد والخط الخلفي يلاقي متغير واحد منهم أو اتنين فهتبص هتلاقي التغيرات كتير في الفرق آه فيه ضغط مباريات وبيبقى فيه المفروض إن الناس يبقى فيه تدوير ولكن برضو التدوير بيبقى مفروض في حدود معينة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر